موسيقى 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 شكراً لتلبية الدعوة نعرف أخواتك شغل فقط سأخذنا من وقتك اليوم موسيقى كرار اسمك الفني شنو؟ كرار السعدي يوتيوبر موسيقى موسيقى لكني بالمستقبل خارجي موسيقى 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 كرار تحت أي مسمى اليوم؟ يوتيوبر محتوى شخص عادي ينقل يومياته موسيقى كرار السعدي شخص ينقل يومياته وأفلام قصيرة موسيقى عدي فقرة الفقرة الأهم بالبرنامج فقرة استجواب موسيقى 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 لم يكن قبل البرنامج موسيقى 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 لا موسيقى موسيقى إذا كانت إيجابية أو سلبية قالوا مرة تذكر لا بالعنوان ولا باسم يعني التعليقات ثلاثة أربعة فأنا ما الحمد لله والشكر ما عنده تعليقات سلبية فحذفت الفيديو للعلم الفيديو إذا شايفه كامل فالفيديو إيجابي وبيه مدح على عذاب إذا إيجابي ليش مساحته مساحته لأن فانزاته ما قبله يعني أنا شوف خلق لك شغل اليوم أنت عندك برنامج أوكي وأنا ما موجود يمك وذكرت اسمي فأجوا ومتابعيني طب ولي قالوا كيابا تذكر اسم كرار رح نملك مرة يدك الذكرى لها صورة إيجابية ولا تقول عنه خوش ولد ولا تقول مو خوش ولد فأنا مرة يدك الذكرى فأنا مرة يدك الذكرى فأنا مرة تتعليقات هواء للعلم وأنا أباع مرات المخرجين والفنانين قل لك أنا أستفاد من التعليقات السلبية صح لا بالعكس أنا الحمد لله وشكري أنا ما عندي تعليقات سلبية بالقناة فتعليقات بسيطة إجتني يعني إذا أحسب هنا جوز خمسة إلى ستة تعليقات رفضوا الموضوع أنا أقصد بالتالي أن المشهد كان إيجاب ومسلم المشهد إيجابي وموجود على اليوتيوب ووصل إلى 18 مليون تقريباً أي شيء يعني بغير قناتي تمام من مساح المشهد؟ أنا مساح تبيدي من قناتي تمام طبعاً نجمل تحية للحبيب الإعلامي على الإعداد تحية لديك تصريح تقول أنا أفضل يوتيوبر بالوطن العربي أنت مين جميل المعلومات تصريح لكي لولا؟ مو تصريح بس مو أفضل وأنما في 2018 أو 2019 وتقريباً لحد الآن المشاهدات يعني نسبة مشاهداتي عالية يعني المشاهدات الكلية يعني لحد الآن المشاهدات الكلية 2 مليار و 300 مليون تقريباً 2018 لحد الآن لا حساً حساً أنا آخر مرة شفتها 2 مليار و 800 مليون لا 300 مليون بس هالتصريحاتي تقول عليها هتها إجت متابعين يكتبون يعني من يشوفون شخص يقول أنا كذا وأنا كذا فمتابعين يهم يعني الناس يحبوني فما يقبلون على هذا الشي يطبوني يكتبون هذا الشخص لا كرار أعلى منك مشاهدة كرار أعلى منك مشترك للعلم أنا مذاكر بقناتي أنا قائل أنا أعلى شخص مو أفضل وأنما هي بس أرقام أعلى مشاهدات بالوطن العربي منه ماكو أعلى مشاهدات بالوطن العربي تقريباً أنا أقول لك إذا تقول لي أنت أقول لك أنا من ضمن يعني جوز أفضل ثلاث قنوات أربعة أعلى مشاهدة منه النمبر وان بالوطن العربي والله يعد ناسا بالفترة الأخيرة ويطلعوا يعني خاصة العوائد مشاهدات مشاهدات أي جزي يطلعون يعني شخص هو زوجته بنات عندنا بالفترة الأخيرة طلعت 2 مليار واصلين مشاهدة لا أنا أريد جواب مقنع في صراحة ما أعرف يمكن عائلة سعودية اسمها عائلة مشيع أو أي تقريباً هي يمكن هاي واصلة 6 مليار جاحت لك قنوات يوتيوبرز مو قنوات عامة افتهمك صحح يعني عندنا قنوات تابعة الشاشات الفضائية بيها هواي مشتركين حتى عندنا قناة 15 مليون بس كيوتيوبرز اليوتيوبرز أنه يشتغلون واحدهم يعني اليوتيوبر يشتغل واحدة يعني اليوم كرر مو على مشاهدة بالوطن العربي من ضمن من ضمن الثلاثة من ضمن الثلاثة الأربعة الأعلى كمشاهدة تمام أريد أعرف سبب الخلاب بينك وبين أنور المحبوب نكاتب لك النصة توقعك غلط من الموضوع لأن أنور صديقي أه أنه عنده أي مشكلة وياه يعني أصلاً قبل فترة نسافرنا سوى حتى ن في تركيا ورجعنا وقبل أسبوع هاتش كان عندي اتصال بي ونتخابر وانسالف على انستغرام يعني ماكو مو كو لا الحمد لله يعني ما أود أنور أكثر سابقاً ولا سابقاً أصلاً مصاير خلاب لا لا أبد أبد طبعاً كل ما يطرح بالبرنامج هو أسئلة من الجمهور للأمانة أنا من شرط استفتاء قلت كرار رح يكون ضيفي أجتنا هذه الأسئلة أوكي كتبوا لك أسئلة بس ما صعير أي شيء بيناتنا ولا حتى يعني ماكو صحة لهذا الموضوع لا لا مستحيل أنور صديقي وتحياتنا للحبيب أنور المحبوب ليش داماً يطلعون إشاء أنه أنت متوفي طبعاً عمرك طويل يا رب أهاي شوف أنا أوضح لك وهذا الموضوع ليس مرة أو مرتين صحيح أجيد من المرة صحيح صحيح وهو يكون موضوع أنه يطلعوها يقوموا بصفحات وخذوا رصيدة من الناس وكلها رح نطرق لها نعم أسبب هذه الحلقة إن شاء الله موضوع أنه كرار متوفي من عندما نصار تيك توك هو كان اسمه ميوزيكلي نعم فمن حوله وقوموا تيك توك ما سويت أنا ما سويت تيك توك لأن كان تركيزي كله ولحد الآن أنا تركيزي على اليوتيوب حتى جاءت مرة من المرات إن شارت على إنستجرام قلت لهم رح أمسح الفيسبوك والآن إستجرام رح أبقى بس اليوتيوب لأن أنا شوية عندي شو ما نقول عصبي نعم فما أتحمل أنه كلام يأتي من شخصية مشهورة أو من إعلامي أو من قنوات فضائية أنا يمكن أكثر مشاكلي وهي ليس مشاكلي وإنما أتنرفز من بعض الإعلاميين والقنوات الفضائية نعم فموضوع الوفاة قلت لك ما سويت تيك توك فالشخص استغل الاسم لأن عنده متابعين قوين في اليوتيوب والتيك توك ما شاء الله تنزل لك فيديو يوصل عشر ملايين أي شخص صح مشهور ما مشهور ويصح فشي يسوي يجيب الفيديوهات يحطهم بالتيك توك يكتب علي أن قرار ساعدي توفى أو شاهد بالتالي يعني أنت وراها مباشرة تنفي الخبر؟ لا وراها شويت أنا أنه نجبالت لي أنا جبنا رسائلة هواي على الإنستجرام والفيسبوك وجبنا رسائل وين أنت وشينو هذا الخبر وليش 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 أنت ما تصرح ليش أنت ما تقول فراح تيش سويت؟ راح تسويت حساب بالتيك توك آه أي فسويت حساب بالتيك توك يعني نشرت به فيديوهات بسيطة يعني فيديوهات سنابات ونزلتها يعني صعد الحساب بالتيك توك صعد تقريبا خمسمائة ألف نزلت به ست فيديوهات أو أربع فيديوهات ووصل خمسمائة ألف ممكن متابع به وتركته حتى شلو الناس من تبحث بالإنستجرام راح يطلع لهم إسمي لين أعلى شخص تمام يا رب عمرك طويل في دول عمرك وإن شاء الله ما نشوف شر الله يحبك وأيامك كلها فرح وسعادة الكثير يتساءل لماذا كرار الساعدي لم يسافر خارج العراق مثل باقي اليوتيوبرية بلا أعكس ونحن اليوتيوبرز العراقيين أنه قليل نسافر كل ما يكون اليوتيوبرية عراقيين مسافرين خارج العراق كنا سافرني أبطلاً أنا هذا الجواز يجيبي يعني باقين هناك سكنهم هناك أوكي سكنوا طلعوا خارج العراق نعم أكو ناس طلعوا هم وعائلتهم وأكو عندنا شكم شخص طلعوا وحده بس اللي صار أنه اللي طلع هو وعائلته استمر بيهم النجاح وبهم نزلت مشاهداتي وبهم الترك اليوتيوب ولي قغير شغلة هناك فأني يعني عنده استطاع أسافر وأكمل شغله وأرجع لليوتيوب أنا ما رد أتعلق موضوع الساعر شؤال كرار اليوتيوب بالعراق مثل باقي الدول أرباح اليوتيوب شوف يمكن أكثر ناس مظلومين بالعالم كله فهم يوتيوبرز العراق شلون؟ فصل هذا الموضوع حاب أعرف أرباح اليوتيوب تمام أخلح شي لك وحتى أذكر لك أسماء دول يعني المعروفة أنه أنا ليش جيت لهذا برنامج ماتك لأن البرنامج ماتك قريب على كل المتابعين بسوشال ميديا يعني للأمانة قدامك وقدام المتابعين هوايجتني دعوات من قنوات فضائية بس يكون الإعلام يخابرني والإعلام يعرف باليوتيوب ويعرف بالسوشال ميديا يخابرني أقعد قدام شاشة يقول لي ها أنت شنو تنزل بيها اليوتيوب شنو كذا شنو كذا فيحسسك أنه أنت لا شيء باليوتيوب ولا كأنه عندك ناس ملاعين متابعتك صح نجل هذا الفئات العمرية وكذا نسولف بيها فجأت لهذا البرنامج لأنه قريب من جمهور السوشال ميديا وحبنا نتشرف بك فدول عمرك بس أنا أركز على موضوع أنه العجور الأرباح بالعراق أسولف لك ياهو خطوة خطوة نعم النحث حازدتنا صراحة وأنه يشوفون هنا سبعة مليون وحصل ثمانية مليون يقول لك خذ يجينا الشخص قد تسلم ملايين وكذا وكذا نعم طبعا الأرباح بالعراق ليس زينة لأن معلنين ما عندنا وما عندنا شركات تعلن بالعراق وشركة يوتيوب أصلا مو مهتمة يمكن هذا الموضوع مو زينة على قناتي يمكن يوصل لهم ما أعرف بس شركة يوتيوب مو مهتمة باليوتيوب أو مهتمة باليوتيوب اللي بالعراق والسبب بالفترة الأخيرة أنا منزل فيديوهات بقناتي تقريبا 200 فيديو نعم 170 فيديو بالفترة الأخيرة ب2019 170 فيديو أو 150 وما أعرف القد تشكوا فيديو أنزله يصعد تريند واحد ثانيا العراق حلو وهاي كلنا يعني كلنا إحنا يوتيوبرز العراقيين اللي من ثلاثة مليون أو أربعة مليون وفوق أنا معروفين فنزل فيديوهات فيديوهاتنا تصعد تريند نعم وفيديوهاتنا الحمدلله والشكر يعني ما حاتين بها كلام سلبية ومنتقدين شخص أو حاتين على شخص الحمدلله فيديوهات عفوية نسويها بالبيت نسويها براس الشارع ومرات يعني عندنا فيديوهات عفوية وعدنا فيديوهات نوصل بها رسالة وكذا وكذا المهم نركز على موضوع العرباح وشغل اليوتيوب نعم بغير دولة لنفرض بالسعودية نعم السعودية إذا تنزل فيديو نقول يوصل مليون مشاهدة إذا جمهورك من السعودية تقريبا ألف دولار علي المليون الفيديو الواحد يعني هي تتامع أنا ما مركز وما منتبه بالعراق ايش قد؟ بالعراق إذا أنا أوصل مثل بالأسبوع أجيب فيديو ونزل فيديو ووصل عندي مليون يعني نعم إيش تتوقع ايش قد؟ ايش قد أرباح أنا أريد أعرف منك ونسا من تريد ترى والله العظيم يمكننا أربعين إلى ثلاثين دولار أين تتوقع الثلاثين دولار و أين ألف دولار وبعد ذلك يأتي شخص يقول لك لماذا لا تقوم بأفلام؟ لماذا لا تقوم بأمور حديثة؟ لماذا لا تقوم بأمورات؟ نعم رغم هذه ورغم الظروف التي نقوم بها في العراق و أنت تدريبا ما وضعنا في العراق؟ الحمد لله و شكر رغم كل هذه الظروف وقد قد أقدم وقد قد أقدم وقد أقدم نقوم بأمورات ونسافر ونظر ونبين للمتابعين أننا لا نقوم بأمورات ونضححك وكذة ونستلم أرباح ونستلم أعني قلت لك أعلانات يمكن أن نفعل أعلانات نستفاد من أدها وهم المتابعين يدعون أصلا هم نفعل أعلانات وما يدعمونها كرار يعني اليوتيوب غير حياتك أو لا؟ نحوه الأحسن أهوي بصراحة يعني صاحب فضل أي بصراحة يعني تمام كرار الساعدي يقال أنك تعكست على الأطفال والنساء لكسب مشاهدات كبيرة على اليوتيوب أشرح لك خطوة خطوة الموضوع أنه بس الأطفال وبس النساء متتعكزت قصتي بالمشاهد التمثيلية أنا ليست تركزت على الفئات الأمرية نعم بمحتوى على اليوتيوب أقدر أن أزل لك فيديو هاسا على الفيسبوك أخلي الدنيا كل تشوفه أخلي العراق كل يشوفه موضوع بس سلبي يعني بعقليتي وحسب خبرتي بالسوشال ميديا أقدر أطلع لك فيديو أجيب بي مشاهدات أخلي الناس تسور بي بالشارع نعم وعندنا مثله هواي كلمات يعني هي كلمات غير لعقة صح ما أعرف كلاوات ما أعرف إيش من تشرب الشارع الأشخاص إذا تشوفهم من أسطقوا يهم صور وكذا بس كلمات غير لعقة تقصد منه؟ هواي عندنا؟ لا قلت مفردة هواي يعني أنا لم أذكر لك مفردة فردت الكلاوات أو شيء؟ الكلاوات وغيرها وغيرها أنا أعرف تقصد منه هوا إباهي كل يوم هو ميوتيوبر أنت تعرف؟ نعم وأرويج لا أنا ما حجيت عليه لا أنا ما حجيت عليه بصراحة أمانة الله لكن هو يقول أنه أنا ميوتيوبر أمانة بوع خلينا من يوتيوبر أو مو يوتيوبر لا أريد رأيك أنت جبت بطارة، ليس أنا أنا لم أجبت، قلت لك كلمات هو يوتيوبر أو مو يوتيوبر؟ كلمات لأ مو يوتيوبر مو يوتيوبر لا أعمل لأ ما أدني يوتيوبر لأنني أحسوب عليه يوتيوبر العراق أسمع الكلمات التي تطلع وأنت تعرفها ذنبع أنت شخص إعلامي ورجال مثقف وواصل الله يسلمك هذا الشخص إذا مجرد ذكرت كلمة أنا مفردة إلى أنت عرفته صح إذا أذكرناك هذا الشخص والله العظيم يقدم أفلام يعني عندنا هواي يقدمون أفلام وبها رسالة وتعبان على الفيلم وصارف عليه هواي بالتالي خالف تعرف صح؟ توافقنا الرأي؟ تمام إحنا مو بصدد أن نذكر اسمه وكذا أي وأنت أجبت على المشوهدات فإحنا ضد هذه الأشياء بالضبط نظرتها أكيد مع الأشياء السلبية ومعرفة هذا يمكن أن الناس اللي يمتعب على دلاء كل الأشخاص فإحنا نعتذر حتى هنا شيء غلط بس أنا جاي نقول أنه كلمات غير لاعقة تنزل وتعلمتها لأطفال يعني سياء طفل تلقاه بشارة يحشي لك هاي الكلمات اللي هم يحشونها فعلا شنو مشكلتك وهي علي شاكر يومياته أعد عراقي علي شاكر مو عندي أي مشكلة قلت لك وهي أي يوتيوبر عراقي وإحنا أصلا مكملنا موضوع للفئات العمرية اللي متابعتني السؤال جاي بالحلقة علي شاكر ما عنده أي مشكلة أنا قلت لك تواصل ما عنده ويا أي علاقة ما يعجبك المحتوى اللي قدمه للأمانة أبصراحة بالفترة الأخيرة؟ لا بالفترة قبل الأخيرة أكيد وكل شخص يبدأ باليوتيوب يبدأ بمحتوى بسيط وبعدين يحسن المحتوى نعم بس بالفترة الأخيرة لا الولد جاي بديع تحياتي إلي أجمل تحية للحبيب علي شاكر وإن شاء الله سيكون ضيف بالحلقات الجاي لا بالفترة الأخيرة جاي يقدم محتوى ويرساله ومتعوب عليه وأتمنى على كل التوقع يعني شغلة مرتبة حلو شغلة مو عندك أي خلاف ويا لا لا مو عندك أي شكوبر أنا قلت لك مو عندك خلاف كرار ليش تركت الأفلام القصيرة؟ الأفلام القصيرة تركت أنه ما صار عندي الإمكانيات اللي أقدر بيها أنه أطلع فيلم قوي لأنه بصراحة بالبداية قدمت أفلام بس يعني كانت معداتي مو قوية وكان القناة ما صاعدة الأفلام اللي قدمها القصيرة بيها مشاهدات عالية؟ بالعاكس هي صاً صاعدت القناة من يكتب لك يوم؟ أنا حلو يعني أنت الكاتب وأنت المخرج وأنت كل أشياء عليك هو يعني أم المجموعة الشباب يعني أنت مكادر كامل لا مكادر لا يوجد فرق بين كادر وأكو الأشخاص اللي يو إياك يعني أكيد هو كادر؟ لا نجم و أركان أخوي وحسن تمامنا جائنا أكيد سوف نتكره بالحلقة كران أنت صوتك مو حلو لماذا تجازف أنت وصويت فيديوكم؟ أولا لازم كل يوتيوبر لازم يعني يقدم أغنية أنا هواي وكل يوتيوبر تقع عنده أغنية تمام تقصد منه كانت بلانية؟ أقصده يمكن أنا كاتب نتحداهم وشي كاتب أنا بالوصف إذا قرأت أو لا بس كاتب لا قرأت أوضح لي مني تقصد شنو؟ نتحداهم نتحداهم نوصل غصبا على السواهم أقصد بعض القنوات الفضائية وبعض مشاهير القنوات يعني بعض مشاهير الشاشة أهام لأنه يتحق كنامك أنه يعني تشوفه يجيك ويسلم عليك أنه تعال مثلا نشور لقناتي أو صعد لقناتي وهو شخص مشهور أهام أي تمام الفئة العمرية اللي تتابعك مني عمر لي عمر؟ الفئة العمرية اللي تتابعني أنا حسب حصايات القناة عندي من 18 إلى 25 ولكن الأكثر هي طريقة اليوتيوب نعم اليوتيوب أنا أستطيع أن أشير لك على الفيسبوك على الفيسبوك أجمع لك أجمع لك أجمع لك أبو التوكسيات وأي شخص تطلع بشارع يقول لك أنا شايفك شايفك في الفيسبوك لأن الفيسبوك متداول لكن اليوتيوب يمكن أن تفتح اليوتيوب تبحث لك على الأغنية صح أنت كشاب وتبحث على الأغنية وتطلع لكني لدي الشباب الصغار الفئة العمرية اللي 13 14 15 ولحد الـ 18 هؤلاء هؤلاء يتابعون اليوتيوبر يتابعون اليوتيوبر إذا كان أراقي إذا كان أجنبي إذا كان أي إنكان أي يتابعونه يعني هذا الفئة العمرية من 18 إلى 25 يتابعونه لحد ما يوصل يعني نقدر نقول 5 مليون 6 مليون أنا أريد أن أعرف السوبر العوائل العوائل لا يعني ما أقدر أنطيك أعمار محددة لأنني جاي يشوفهم يشوفوننا بالشارع أو يجزوننا الرسائل أو حتى اللي حطيت صورهم يعني عندي يعني سويت لهم أغنية وداقت صورهم عندي بالمكان اللي أشتغل به فأكلهم شباب كبار ونص متخرجة ونص يعني أعمارهم فوق حتى فوق الـ 27 سنة تمام بس اللي 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 كان متابعين الأصليين اللي اللي يمتابعين الفيديوهات أول بأول فهم ما يعني نقدر نقول الخمسطاعةش ستعاش سبعة عشر فمانتعاش تمام تحياتنا لكلهم اللي 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 كلي شحوفهم حقيقة أنت اليوم إنسان محبوب واني شفت بعين الأشياء اللي بشارع من تنزل وهي ناس تحبك وهي ناس تاخدوا صور وهذا دليل أنه أنت جاي تقدم أشياء إيجابية للمجتمع هوا يقولون أنه أغلب البنات اللي طلعون إياك تختارهم من النوادي الليلية أو من الكوفيات اهاني جاي بنات من كوفيات عطي صوراً إياك يعني الناس تقول أنت باع أنت شايف القناة بس أنت اختاريت الأسئلة نعم الأسئلة يمكن أن تختارها شخص غلط للأمانة هذا أنت شرت استفتاق التي ستكون ضيفاً مع مسلم الربيع إذا تصل على قناتي لا تلقى بها ولا فيديو وهي ابنية بس أول فيديو وكان الكادر مؤلي يعني كان الكادر كامل واجئنا جبتهم كلهم وصورنا فيديو وحتى كانت فيديوهات يعني نقدر نقول عليها يعني فيديوهات عادية لا هي الضحك ولا هي أي شيء فيديو واحد لو فيديوين بس بأول القناة وما جابن ولا مشترك ولا جابن متابع تمام فيديو أنت تركتهم وبلشت بالأفلام القصير وصدت القناة تمام أنت اليوم كيوتيوبر تمام شون رأيك بمشاهر لإنستجرام؟ هاي هاي بيها الضحكة زين مثلاً إمطيني شخص نحن ما أقدر أشخص لك إمو إمطيني شخص عرف شنو محتوى أستطيع عليها بصورة عامة بصورة عامة اللي جاي يشوفهم بالإنستجرام اللي جاي يشوفهم بالإنستجرام يعني الناص صادوا حساباتهم وأصلا مليون ومليونيا يعني هم الله يرزقهم نعم ليس الله يوفقهم بالمحتوى يعجبك المحتوى معهم؟ ليس محتوى ينزلون صورهم يعني للأمانة تحياتي لهم كلهم أشوف صورهم أدخل على بروفايل ألقى صوره وحسابه واصل مليونين من هذا الشخص؟ يعني هواي 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 بس أنا قل لك أحب طريبيل طريبيل أدخل على بروفايل ما أنت أضحك كل شي أحبيت حياتنا إلا والله تمام والتيك توك؟ مشاهير التيك توك؟ اوه التيك توك عندنا هواي ناس يعني بصراحة سلبين يعني للأمانة أنا جاي أحشي لك حتى لسان الجمهور نعم ليش متخوف؟ لعم هوا متخوف تدرش أنه ما أريد أشوف خلق لك شغلة مسلم أنا ما أريد أسوي مشكلة ويأي شخص أنت قلت لي اليوم أراح أكون صريح أي صريح جدا إذا أنت بداخلك أحشي لك الموابع أحشي لك الموابع أحشي لك الموابع إذا أنت بداخلك مراضة عليهم محجي مراضة عليهم مو الكل البعض أكيد أي البعض أنا متين من هذا الموابع نعم ما تعتبر نفسك؟ مشهور؟ طاش؟ نجم؟ لا مشهور ولا طاش ولا نجم لا فنان بشغلي فنان باللي أقدم آني باللي تقدمه؟ اليوم هواي ناس يعرفوك بشارح دون متابعين أنا أريد لك صفة أنا أريد لك صفة للأمان أريد لك صفة أوكي يوتيوبر اليوتيوبر يعني أكو شخص يطيش فترة وينتهي تمام وأكو شخص مشهور بقى أنا أقدر أقول لك من هذا المشاهير أقدر أقول لك أنا طلعتها ثاني عندي راح أصل 8 ملايين أنا شخص مشهور أها بس المشهور من تقول كلمة مشهور يعني أنت العراق كله يعرفك صح تمام نحن عدنا مساميات مثلا نقول هذا اسم مو نجم بس اسم معروف تمام بالضبط وكو نجم نجم مرحلة أنه المشهور والنجم أن كل الناس تعرفك أنا أقول لك تقدر تقولي أكو ناس يتعرفك أكو ناس مثلا تطلع بالشارع أكو ناس يعرفونك أقول لك إيه اللي متابعين لأنه متابعين 8 ملايين بيهم الزغير اللي عمره عشر سنوات واللي عمره عشرين واللي عمره ثلاثين فيشوفونني شونا كرارش أخبارك هاي الفيديوهات اللي تقدمها احنا نتابعك بناتي يتابعونك أطفال يحبونك احنا نتابعك كلنا محتواك ما بي يعني فتشي سلبي العائلة كلها تقعدون ونشغلك باللازمة يعني هاي الكلامات أسمح بالشارع وبالرسائل الله وفقك إن شاء الله الحمد لله عشر خلصت هذه الفقرة خلينا نأخذ فاصل وانتقل الفقرة ثانية تمام؟ أحبت المشاهدين فاصل وراجعي لكم ضلوا يا أنا أحبت المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير مع الجميل والحبيب كرار الساعد مساء الخير مرة ثانية كيف بدو القنبك؟ أولنا اليوم نورنا وللأمان كل السعيد بالحوار ويعني حبيب يتسرم كل أمرك وصلنا الفقرة بضع التعليق المناسب تمام عدنا مجموعة الصور نشوفك يون وتعلقنا عليهم تمام؟ أولا محمد قاسم مبدأ وما كان هناك بيناتنا مقارنة بعيدة يعني عليها فصراحة لأن محمد قاسم فنان ومبدأ يعني بعض ما قدر ما أعرف كثير من الناس يقولون يعني أغلب أذكار محمد قاسم يأخذن كرار الساعد يعيد لا لأنه يطرح مواضيع يعني نقدر إجتماعية وسياسية أهم نعم فأنا لا أطرق لهذه الأمور السياسة وهذه الأمور وهو كادر كامل وهي يعملون ولكنه مبدع يعني رأي الشخصي يعني الشغول قليل بحقه تحية للحبيب تحية للحبيب ما تقدم لك الماخيرة كل التنبيق إن شاء الله ومبدح لا أعرف ما أقول دعنا نرى صورة ثانية مروان أنت بيجي بدأ الصورة طبعا بحثت على صورة مالقية هذا مروان نعم مروان المشاكس مالقية لماذا يقولون أن يتعكز على مروان؟ ماذا يقولون؟ يتعكز على مروان بالمشاهدات لا لا بالعكس أنا أصلا من طلع مروان وياي بالقناة نعم كانت ما أكون فقرة هي أرى الآن في اليوتيوب أنه أكون فقرة الذي يطلع أخي يجيب لمشاهدات لكن في 2017 الذي بدأت أنا باليوتيوب يمكن أن أصبح أنا وشكم شخص وأخوانهم الظغار وأنا لم تتابع أحد أولا كل الأشخاص طلعت مروان وياي لكن يجب أن يكون هناك مشاكل في البيت لأنه من هو صغير؟ يجب أن يكون هناك مشاكل في البيت فجبته حقق نجوح له لا؟ أكيد أكيد هو اليوم إلى نسبة بالأرباح له لا؟ أطعب عين الشوان أه تمام ماذا تقدم لك كلمة؟ ملك التفعيلات تمام دعنا نرى صورتها أبو النجوم أبو النجوم هذا هذا نجم اليوتيوب هذا جمال اليوتيوب هذا روحية اليوتيوب هذا روحية اليوتيوب نجم شماري؟ نجم ونجم اليوتيوب الأراقي أه أي والله يعني نقول لك أنه نجم 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 اسم على مسمى شنو علاقتك بي؟ علاقتك بي على ما تنصف وإن شاء الله يكون بالحلقات الجاية ضايفنا إن شاء الله لا هو هذا اليوم كان مشغول يعني نبدنا كان يجو ياك نشوف أهي كان عتم وأرز قرايفة أه أجمل تحية إليه تحية إليه تحية إليك أبو النجوم شو تقدم لك الماء أخيرة؟ حبيبي أبو النجوم تحية إليك وأحبك تمام خلين شوص بعض الصورة الفنانة أعلى أحسين أعلى أحسين أعلى أحسين تحية إليه بس؟ إيه يقولون شو قلون؟ أكو حلم يتكرر لأنه يحقق أهنا أحلامي هواي وجاي يجيبهم بالسرع وإن شاء الله يعني يتحقق إن كننن ما ماكو شي صعب يقولون هلم كرار إنه يشتغلوا أي أهل أحسين عمل؟ لا بالعكس أنا أتشرف أشتغل وإياه أهل أحسين وإياه وإياه أي فنان إنه شخصية محترمة نعم خاصة بالفترة الأخيرة يعني بالفترة الأخيرة هو يتجهول جاي نشوفهم إنه على المسرح أحب المسرحيات فنانين ومنشنا صغار نحن نحبهم وبالتالي نشوفهم يطلعون بصورة كل سلبية ستة ألابقات محافظة على الموضوع أكيد أكيد وتحيات إليه والله يوفق ويعفظها يعني اليوم حلم كل ممثل إنه يشتغل معه كل شخص أنا يعني أشوفها مجرد أشوفها تحياتنا إليه يعني مو بس إنه حلم يشتغل وياها لا بالعكس مجرد أشوفها يعني تحيات إليه بس تحياتنا إليه خلينا شوف بعض الصورة أنت جاي تطلق لي عمالقه أه أي ذولة يعني ذولة ذولة روحية الفن العراقي روحية الشاشة العراقية بصراحة يعني أنا سمعت أنه يعني حلمك تشتغل مع ألاح سين وأياد راضي أتشرف أتشرف ولو أطلع وياها بصورة أه أي غير أقول لك شو تتابع الأياد راضي كل عمالة شنو آخر شي أثر بك كمامات وطن أه طبعا هذا الموضوع أثر بكل الشعب العراق الأمانة أه لكن حسب ما يقال أنه قريبا أكوف أعمل وهي كرار ساعدي لا بس إن شاء الله يجوز بالمستقبل ياشلع أتشرف لماذا تضمع لي أن أتشرف لا أنت مين جمع المعلومات يعني أكو عصفورة قلت لي أنه أكو قريبا أكو شي أه لا 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 أكو شي لا أصدق تمام شو تقدم لك كلمة تحيات إلى الفنان الكبير أياد راضي أجمل تحيات لأستاذ أياد دعونا نرى بعض الصورة يوتيوب تيك توك انستجرام يوتيوب تحيات لك أي مجال أجمل أن أكمل لك أي هذه هي فقرة نعم تمام وإذا أفترضنا قلنا لك بعض الأمر من أجل هذا نعم أمسحنا أمسحنا ذنب أم أنستجرام هل يوجد عددك بالتيك توك؟ لا أعرف، ربما 500 ألف أو 400 ألف لكن لا أعرف فيديوهات أو الإنستقرام؟ الإنستقرام أيضاً كذلك لكن الإنستقرام تواصل به على الإعلانات التي تأتيني يعني أشخاص يردون إعلانات أو شركة تمام، يعني دولة 500 ألف أو 400 ألف هل يستحقون أن تبقى التيك توك على الموتوب؟ هم نفسهم تابعين باليوتيوب يعني عندما لا يعرفوني باليوتيوب، لا يتابعوني تمام، من هو أكثر برنامج بفلوس؟ والله بصراحة أنا ذني الإنستقرام والتيك توك لديهم فلوس، بس والله لم أشتغل به هنا وما أعرف لهذه الأمور التي يشتغلونها بالإنستقرام لا تشتغلون يوجد دعم وضفوا حسابات، أنا هذه الأمور لا أعرف إليها أنا أقل لك أشتغل أمور رسمية يعني يوتيوب، علانات الشركات، نحط عليها يعني نحط عن الشركة، نحط عليها نعم الشركة اللي تجينا تريد إعلان وكذا أو القناة اليوتيوب، القنوات اللي لو افترضنا أنه اليوم جاك إعلان اليوتيوب تمام منتج سيء منتج سيء أوك، ما أشتغله ما تشتغله؟ ما أشتغله حتى لو مبالغ عالية؟ أجتني 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 ماذا قد وصل المبلغ؟ يعني الثلاثة آلاف إلى ألفين دولار يعني هي تذكر ما أشتغل أي بس يعني ما أذكر ويمكن تطبيق أو ما أعرف إيش بس ما أشتغلنا يعني حتى أنا دائما أأخذ رأي نجم ونقعد نسول في الموضوع يلا نسوي أي شيء نعم هذه كانت الصورة الأخيرة وحقيقة اليوم كل شيء استمتعتوا إياك حبيبي لكن عندنا بعد فقرة خلينا أخذ فاصل وننتقل له تمام؟ تمام حبيبي أحبية المشاهدين فاصل وراجعي لكم للدوروه أحبية المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير مع الجميل والحبيب كرار السعدي وصلنا لفقرة السحن أوك تعرفوا هذه الأشياء؟ نجرب نجرب شأنك ما تعرف؟ لا نجرب هذا السهم أريدك تشمرة خلو نشوف واني وقع أوك حلو تسعة عشر تسعة عشر نحن مخلي الغرور شنو رأيك بالغرور؟ ها هيت الموضوع أي أوك يعني شنو؟ شنو رأيك بالغرور؟ يعني السؤال المتحقلية أنا جايسي لك شنو رأيك بالغرور؟ صورة عامة ما يعني ما أحب الغرور وما أحب الإنسان ما هو طيب أكو موقف صاير بأحد الموالات وبدليل تمام أنه شخص جاي من دول الأعمال البسيطة اللي يبيعون شاي وقهوة وكذا وهي قالي لك أريد أخذوا إياك الصورة أنا كل شي أحبك وأنت شنتي بوقتها شوية من فعل دافعة صاير عاصل ودافعة وما ما أخذوا إياه الصورة لا مستحيل 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 ما صايريك بوضور؟ لا 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 أبد أنا قل لك جوز يعني مرات واحد يصيح عليه ما أسمأ أوك بس ما الدافع واحد لا مستحيل سنسأل جوز وصلت المعلومة خطأ بس يعني جوز ما سامعة كذا عابرة يمكن أي جوز بس أمانة الله الله شاهد عليه ما حاط إيده ودافع يعني شنسر ما ملهد درجة تمام بصورة عامة قلت لي ما تحب الغرور؟ أبد ما تشوف هذه الصفة عندك؟ بصراحة لا عندك الغرور أعلى أو الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس تمام طبعا اليوم تشنضايب خفيف ضل علينا وكل شنورتني خلصنا معك مشاكل خلصنا الحمد لله وحقيقة أنا كل شي أشكرك لأن تعبتك فدول عمرك نعم فدول عمرك فدول عمرك شرفتني ونوارتني فدول عمرك فدول عمرك كل ما خير إليك شكرا على الاستضافة الحلوة وتحيات إلك والكادر قناة سامرة الفضائية وأتمنى أنا كل التوفيق وتحيات المصور محمد أطم ومصدق لنجيبوان عليه أصدقاء فدول عمرك شكرا جزيلا حقيقة أما بالختام تقبل وتحياتي كان في الإعداد والتقديم مسلم الربيع حتى ألتقيكم بحلقة قادمة كنوا في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة